والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسي لهذا اليوم يتحدث عن حجم الهرم والمخروط الفكرة الأساسية من الدرس أن أجد حجم كل من الهرم والمخروط والمفردات لدي المخروط أبدأ أولا بنشاط في هذا النشاط سوف تستقصي العلاقة بين حجمي هرم ومنشور تتساوى فيهما مساحة القاعدة وطول الارتفاع أولا ارسم خمس مربعات وقصيها نلاحظ لدي أن المربع الأول طولة أربع سنتيمتر طيب نرسقها مع بعض كما هو مبين لو طوينا الشكل يصبح لدي مكعبا مفتوحا من الأعلى ثم نقوم ارسم أربع مثلثات متطابقة الساقين وقصيها لو تلاحظين رسمناها لو قمنا بثني الشكل سوف يصبح لدي بهذه الصورة تشكل هرم رباعي مفتوح وإلصقي حوافا أول سؤال لدي قارني بين كل من مساحتي القاعدتين والارتفاع في الشكلين مساحة القاعدة والارتفاع في كل الشكلين هي عبارة عن ماذا؟ أنها هي واحدة طيب لو فرضنا أنني ملأت الهرم بالرمل وأمسح أعلا بمصطرة لتسوية السطح ثم أفرغ الرمل في المكعب وكرر العملية حتى يمتلئ المكعب كم مرة قمت بتعبئة الهرم لملء المكعب؟ يعني هذا الهرم لو عبيته ثلاث مرات بالرمل وحطيتها في المكعب سوف يمتلي لدي المكعب طيب ما الكسر الذي يمثل الكمية التي تملأ المكعب من هرم واحد واحد على الثلاثة إذن حجم الهرم يساوي ثلث حجم المنشور المساوي له في مساحة القاعدة والارتفاع حجم الهرم يساوي ثلث ناتج ضرب مساحة القاعدة ميم في الارتفاعين إذن حجم الهرم ينص على ثلث مساحة القاعدة ضرب الارتفاع طيب أقوم بتطبيق ذلك على أمثلة موجودة أمامي أولا أوجد حجم الهرم أنا يجب أن أحفظ المساحات والحجوم لأقوم بالحساب بشكل سليم وصحيح الحجم للهرم يساوي ثلث المساحة ضرب الارتفاع لدي الآن القاعدة شكلها أمامي مثلث إذن مساحة المثلث تنص على ماذا؟ على نصف القاعدة ضرب الارتفاع إذن الثلث في نفس السؤال ينزل مساحة القاعدة باللون الأحمر اللي هو الشكل أمامي مثلث إذن أقول الثلث ضرب الارتفاع اللي هو ستة فاصلة أربعة ضرب القاعدة ثمانية فاصلة واحد ضرب الارتفاع الكلي هذا الارتفاع الكلي عندي بحدى عشر عندما أضربها في بعض تساوي لدي خمسة وتسعين فاصلة اللي هو أربعة بالمئة إذن يكون الحجم تقريبا خمسة وتسين متر مكعب تقريبا طيب بنفس الطريقة أوجد حجم هرم ارتفاعه الكلي خمسة وقاعدته وضح لي إياها بدون رسم أن القاعدة هي مربع وطول ضلع القاعدة اثنين إذن أكتب القانون الثلث المساحة ضرب الارتفاع الثلث ينزل لدي ضرب مساحة القاعدة بما أنها مربع إذن أقول اثنين ضرب اثنين ضرب الارتفاع أعطانيها في السؤال يساوي الخمسة لو ضربتها في بعض ثم قسمتها على ثلاثة يعطيني 6.7 متر مكعب طيب مثال من واقع الحياة فن البناء برج الفيصلية يمثل هرما مقوس الحواف واعتمادا على المعلومات المجاورة احسب المساحة التقريبية لقاعدته إذا كان حجم الهرم الذي يمثله اللي هو 133.500 متر تقريبا أقول الحجم يساوي ثلث اللي هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع أعطاني في السؤال أن الحجم إذن أمعوض مكان الحجم اللي هو 133.500 الثلث ينزل المساحة لدي مجهولة ومعطيني في نفس السؤال أن ارتفاعه يساوي 268 عندما أضرب 267 هنا ضرب الواحد تعطيني 267 على الثلاثة للتخلص منها أضرب في مقلوبها في كلا الطرفين يعطيني المساحة تساوي 1500 متر مربع طيب هنا معطيني سؤال آخر يقول صنع ماجد شمعة على شكل هرب حجمها معطيني الحجم الآن حجمها يساوي 864 سنتيمتر مكعب ومساحة القاعدة 144 ما المجهول لدي الارتفاع؟ أكتب القاعدة للحجم يساوي الثلث في المساحة في الارتفاع الحجم أعطانيها في نفس السؤال 864 الثلث تنزل المساحة أعطانيها في نفس السؤال 144 والعين مجهولة اللي هو الارتفاع تنزل لديه كما هي نلاحظ الآن 144 تقسيم الثلاثة تعطيني 48 أقسم 48 على كلا الطرفين إذن الارتفاع يساوي 18 سنتيمتر طيب أنتقل لماذا أنتهيت الآن من الهرم أنتقل للمخروط شكل ثلاثي الأبعاد له قاعدة ما نوع قاعدة دائرية إذن الهرم تكون قاعدة عبارة عن مثلث مستطيل مربع سداسي خماسي وهكذا أما المخروط قاعدة تكون دائرة طيب نفس القانون أنا باستخدم اللي هو الحا تساوي ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع الحا تساوي ثلث مساحة القاعدة بما أنها دائرة أقول طانق تربيع ثم أضربها في ماذا في الارتفاع أطبقها الآن على هذا المثال أوجد مساحة حجم المخروط هذا حجم المخروط نقول الثلث تنزل الطاب ثلاثة فاصلة أربعة عشر نصف القطر في نفس السؤال بثلاثة تربيع الارتفاع أربعة عشر إذن أضرب الآن الثلث ضرب ثلاثة فاصلة أربعة عشر ضرب الثلاثة تربيع ضرب الأربعة عشر تساوي 131.9 ملي متر مكعب تقريبا بنفس الطريقة بحسب اللي هو جيم والدال نلاحظ لدي الآن أن الجيم لدي الثلث تنزل الطاب ثلاثة فاصلة أربعة عشر نصف القطر باثنين تربيع والارتفاع بسبعة عشر أضربها في بعض تعطيني 71.2 قدما مكعبة طيب بنفس الطريقة أنا بأحسب اللي هو الدال الدال لدي اللي هو الثلث طانق تربيع في العين الثلث ضرب ثلاثة فاصلة أربعة عشر نصف القطر لدي بثمانية تربيع الارتفاع لدي بعشرة تساوي 670.2 سنتيمتر مكعب أتمنى أن يكون الدرس واضح لكنا جميعا تساوي 670.2 سنتيمتر مكعب